مالليم؟ إذا حكينا؟ راحت علينا؟ راحت علينا اشتركوا في القناة مساء الخير مشاهدين أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج راحت علينا راحت علينا هتوني واحدة هاوا ديزمع زافي كتير كبيري لتيسير والفرقة الموسيقية تايم عبد النور معتصم زوين عابد كسبين نجوة عبد النور نجوة عبد النور نجوة عبد النور سوري الله يعني انتوا اعتردتوا على عبد النور تشوي النجوة المصبوطة يا أنا؟ أهلا وسهلا فيكم كيف كون؟ شو أخبار كون؟ يعد عليكم الأسبوع الماضي كان عيد الأطحى المبارك بس للأسف الشديد شايفوا جمهور كله كممات ومتباعد لأنه نجرب نفتش على مواضيع ما في مواضيع إلا عودة الكورونا بموجتها التانية قصة كبيرة كورونا عادت وما بق فيه ما بق فيه إجراءات تعملها كدولة انت هون؟ شو بدك تعمل مع العالم؟ ما عم بيفهمو؟ بتسكر ما بيفهمو؟ بتفتح ما حدا عم بيفهم خاية؟ بتفتح لون بينصل كورونا بتسكر لون بيزعو بموت من الجوع يعني ما باعم تثبت معنا؟ لازم نعمل مثل الهند آخر فيديو والا الإجراءات بالهند هي هي هيك ماسك نيبا يا ماسك نيبا يا ماسك نيبا ماسك 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 دي ماسك دي ماسك با ماسك با ماسك با ماسك با ماسك با ماسك با بالخميد غير هيك ما هيمشي الحال سعيدي يا با دعوي وهلأ أنا هلأ على فكرة هدي أول مرة أنا بلشت حس إنه عن جات ببلشت نحس بالخطر كنا قبل نحنا خمسة عشر مصاب بنهار عشرين مصاب بنهار ثلاثين مصاب هلأ صدنا بالمئة وخمسين بيو ستين بيو سعبين كل واحد بشوف حاله إذا هو معقولي سينما وكورونا ولا لا فدت أنا لأشوف شو أبرز الاشياء اللي أبرز الخصائص لازي بتكون موجودة عند الإنسان لينصاب بالكورونا أول شغلة لتكون أنت أكثر من غيرك معرض للكورونا لازم تكون تقرير بريطاني يخشف علاقة السمنة بحالات الوفاة وكورونا إذا أنت ناصح يكون عندك ريسك كبير يصير معك كورونا أوكي قلت بسيطة أنا إذا بس إنه إنه أنا بس عندي هاي شغلة أكيد أنا بزمط من الإشياء التانية شفت عم بقلة قلت أنا شو ما أقول يكون بدهم كمان طلع الصلع يزيد احتمال الوفاة بالكورونا يعني ناصح أصلع مثل أنا راحت عليك صرنا اتنين مويت ناصح أصلع مويت وأنا قصير يعني عارفت كيف ناصح أصلح يعني جرد غاز جرد غاز خلص تروح بطاطا مش ما أقول ما في شي فيه فيه بس شغلة ثالثة أنا ما عندي ايها كمان قال بزيد خطر إصابة بالكورونا ضعف السمع قال إذا سمعك ضعيف بزيد خطرك بالكورونا أنا بقول لك ليش هيدا ليش هيدا مش لأنه أنت لأنه له خصة بالكورونا هيدا لأنه بقول لك حط الكمامة نعم شو قلت ها قولك حط الكمامة ها ما سمعت ما خصة ضعف السمع كورونا بدي أتكبل وعننا عزمة اقتصادية منورة كورونا منورة قاعدة بالبيت في بس بلد واحد عم يجري بيستفيد من الكورونا ايه لأنه بدو يعني يعني معارف إنه في كورونا حتوقف له السياحة عمل هيدا العرض أسباكستان مستعدة لتقديم هدية بقيمة ثلاثة لاف دولار لكل سائح بصاب بالكورونا في حملة للتشجيع السفر إليها وضمان الرعاية الصحية على أراضيها يعطوك ثلاثة لاف دولار إذا صار معك كورونا يعني لك تجي اللي عنده بتشجعوا السواح إذا صار معك كورونا أنت بيعطوك ثلاثة لاف دولار يعني أنت هون بيعملوا لك حجر إذا ما طلع معك كورونا إذا ما طلع معك كورونا بيعطوك عاملين أفر بعدين عاملين أفر هني عندهم السايح عندهم آكل شارب ميت بيت ثلاثة لاف دولار يعني ماشي شي بلد بيشجعك تروح عليه للأمانة يعني بتخدهم بتحطهم على ساحتك بتخدهم بتحطهم على ساحتك هلا الأزمة الاقتصادية اللي صار معك كورونا كتير ما أسرم أسرع على نوع الوظيفة عم بقى هديك مرة عن جد في عرض لوظيفة هديك مرة عم بقراها مطلوب صائق توصيل طلبيات يعمل على توصيل طلبيات الأكل في جبال هيدا في لبنان العمر بين 24 و50 سنة ما عاش على الساعة الأفضلية لحامل دفتر عمومي أوكي صالح وإلمان بطرقات جبال وضواحيها ست عيام عمل في الأسبوع 21 ساعة عمل في النهار 21 ساعة يعني بيوصل آخر زبون بده ساعة على بيته بينام ساعتاي برجع بيقوم بيبلش بيدور بيروح بيوصل بس عنده هار عطلة بس عنده يوم عنده يوم نوم بده ينام عن كل الجمعة 21 ساعة بده خمسين سنة عطل لي قدري يعود النوم اللي عليك 21 ساعة تشغل مش ما هو الأزمة الاقتصادية عم تأثر على كل العالم شو رايكو نروح على البريك يلا اول بريك بحلقة الليلة من بعد البريك مستضيف ضيفنا بحلقة الليلة النجم طلال مرديني بريك يلا موسيقى 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 مشاهدينا من بعد البريك عودة لحلقة راحت علينا الليلة ايجا الوقت نستقبل ضيفنا ضيفنا ممثل سوري شاب ذو نجومية متصاعدة آآ ابو عجقى صديق الكل بس بنفس الوقت بيعمل مشاكل وهيك وحازيزيات بينه وبان زملائه حازيزيات مهضومة هو مؤلف وممثل بنفس الوقت بيسمع زقف كتير كبيرة لطلال مرديني مرابا استيس طلال سمعت شو حكيت عني سمعت شو حكيت عنك يعني بس انه مو صح الشو المو صح بالله يمشحر لا شو انا قلت صديق الكل بي نفس الوقت بعمل هيك شوية تقشى مهضومة مقالب ومقالب بس يعني العالم اكتر جاي انت هيدا العنصر المشاغب هارف كيف؟ انا مفعول به دائما الله وكيلا هيدا مش كيف يعني هيدا مفعول به هلا رح تكتشف من اله بس خليني اقول اول شي انه 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 انت مهضوم كتير طلال اعطت انا بياك قبل شوية يعني صلنا فترة عادين هلا بالكواليس ما بنطلع هيك بحرك ما شاء الله عليك لا تبه انت والله طب حكي عني خلص مش مش خلص يعني شوف لا خلص بطر لا اول شي طلال اول شي شو الوضع الاصفر والله انا بحب الاصفر كتير يعني مش انه انا بتفاقل بالاصفر يعني فينا نسميك سوس الدراما السورية ممكن لا انه سوس كونه انتبه او تاكسي الدراما السورية ااا لحظة خليه بس قليك تاكسي تاكسي اوه تاكسي اصفر بس خليلي اقول شغلي على الامان انت لابس اصفر انت اليوم بل تمثيل وبالتقليف في ما تبليد تشتغله صوس ولا ديك صوس ليه هدي ما عبدك لتصير ديك بدي كتير برأيي انا بدي كتير طبعا بطير في ناس اثن عشر سنة تمثيل مقلف خطون ايه كاتب مسلسل خطون هو grit مسلسل عظيم المسلام آه kyatib رجال العز ايام دراسي عم تكتوب الاغاهات طبعا انت كتلي بالتمثيل انا Saw昌م فيCh füh ااااااااااااااء لكن بالتمثيل tuye لكن ب fest ما تصير ديك كما تريده يعني عندك تبخي تحول السوسari ما تحكل بيها أريدك الكثير من الوصفات أول شيء أريدك مسابرة ونجاح وتعب عمل ضارب؟ أريدك عمل ضارب؟ الحمد للعملت عمل ضاربة لا أريدك عمل ضارب أنا هذا الذي أريدك هناك الكثير من الوصفات في الوسط الفني أفكير حالون ديوك هاي الفتنة ماذا أتحدث؟ طبعاً هتسمي لي صوص مفكر حالدي لا أتحدث ماذا؟ لا أتحدث لا أتحدث شاء ما يأخذوني على الضبع أول أنت بميزة بعدني صوص صغير أحرق مع أنت بعدنا عم نقول بعدنا عم نقول أنه اللي بميزك صراحتك وجرقتك وقعدت معك وهضانتك سمي لي صوص فكر حالدي لا بسميه لك بس مو كلمة صوص يعني مش هما ياخدار شو؟ يعني خب سميه لك خلص تشوفتك والله هتسميني؟ لح تأخذ مني جغلات على كيفك طيب تير صعبة تجمع بين يعني أنا عطيت أن عفوا بس يعني فيه شغلة بس اللي بألفوا المسلسلات صاني أكتر منك وقار أكتر منك بعرف أنت الكاتب كاتب الدراما خاصة المسلسلات التاريخية والبيئة الشامية مثل مرة بهاي السيرة كان الله يرحمه الفنام محمود عبد العزيز المصري الله يرحمه يا رب فأخذ جائزة أنا على نص من النصوص فنزل هي أنا نزل من جنبه قال لي تعالى تشوف فقال لي هي الجيزة لي ولا لأبوك قلت له قلت له لا قلت له يا حبيبي يا حبيبي أنت بتكتب يا حبيبي فغنت لسه أصغر من هي وهذا الحكي من سبع سنين طيب يعني وبتكتب ساعتينتين بعض نص ليل يعني عندك كمان خلا نقول أنه أنت منك هذا بس الشاب اللي بروحها تجيم والشاب الحلو وصراحة اللي بيحب النساء لأنه هايدي بعد شوية مش أعز أنه بتحب النساء كتير مش مين ما بتحب النساء بس مش مثلك مش أنه والله كل برجل أسد بيحبوا النساء لا لا أنا أسد وبيحب النساء بس أنت بتحب النساء يعني أنت بكتير بتحب النساء طبعا يعني أعصي بتحبهم كلهم حبهم وبتقدسهم وبحطهم على راسي كلهم كلهم يعني هايدي الكتابة يعني أنت حالم عندك أحلام عندك خيال لا لا أنا الفكرة أنت بجوز لماذا حسسني بحسسك شكلي إنه أنا ما عندي أحلام لو عندي أكيد عندي أحلام لأ حسستي الشكلي فرمان عليك إنه ممكن يكون ممثل أكتر برافو عليك الشاب الججل النجم تماما هيدا اللي إذا بدك يعني أخذ الأمور شوي بمش ما بيقوله بسطحية بس بيقوله بمادية تماما أنا رح قل لك شغلة هلا لح تأثبت لك كلها بتاعتهش أنا بيكتب من بعض الساعة ثمتين للساعة سبعة ثمانية الصباح يعني تقريبا لأنه هناك بتكون حالا لأنه ما في حدا يلهيني لأنه أي حدا ممكن اللي تعال روح نلعب وراء تعال روح نعمية كذا بروح معه كذا شو أصدقك؟ يعني نلعب طاولة طب لك عفوا إذا عندك اليوم إذا عندك حلقة لازم تكتبها ودقتلك منت الحلقة بتتأجل عندي واحد مثلك بالفرقة هيدا سامر؟ يعني سامر إذا عنده يعني إذا عنده حلقة مش إنه حلقة ما بتتأجل ودقت له مرة ما بيجي إذا عندك حلقة وعندي مرة أكيد المرة يعني بني آدم طبيعي أي متى راح تخلص مسلسل الأغوات سألك لك سنين تكتب فيه والله إيه والساعة تفاجأك إنه وسأعتني بالحلقة التاسعة فيه تساعة حلقات بالك سنين؟ أنا خاتون أخذ معي خمسة سنين لا أريد أقولك كثير مشروع خاصر مئة بالمئة لا أريد أقولك الساعة انتين لا تظهر مسلسلك مرة في حلقة التاسعة لا لا أبدا أنا كثير بعيد هشام أنا بوصل لمراحل وصلت فيها الـ 21 للأغوات حسيت أنه أنا إذا بدي أرجع بعمل شغلات أفضل فبرجع بكبه وبرجع بعمل شغلات شعمت تحكي تماما شوف خاتون أنا الحمد لله أنا بقول أني أنا عملت مسلسل فعلا بخاتون قدرت أني أعمل مسلسل عبارة عن 72 حلقة خمسة سنين خمسة سنين 72 حلقة أنا براهنك إذا بتلاقي مشهد مجاني مشهد بيقدارين كب وحتى يعني كل الناس اللي أروا قالوا لي نفس نفس بس عفوا بس يعني بس لكان أنت لكان أنت كتابة المسلسلات ما عنده ولا جانب تجاري لأنه ولا منتج بيقدرك خمسة سنين أبدا مين بيقدرك خمسة سنين لتكتب نصوص أبدا إجي أنا عندك واحد منتج قال لك هذي 300 ألف دولار كتبلي قصة بشهر مرة جربت اكتب مسلسل هاي ما زبطت زباط طلع مسلسل بس ما زبط المسلسل يعني يا بطلع شو طلع بثلاثة شهور كتبتو طلع مكتوب بثلاثة شهور آه هلا أنت بس أنت هلا عم بتلطش يعني أنت اليوم المؤلفين اللي عم يطلعوا مسلسلات بالسنة ثلاثة بيكتبوا بالسنة ثلاثة مسلسلات طب كيف بيقدر يعني أنا عجد بيسأله سؤال عن جرع عم بيحكي ما عم بمزحك إنه مستحيلة القصة لأنه أنت عم تكتب لما تكون عم تكتب تعمل أنت خمسين ستين شخصية الصمالة سهلة وبدك تخلق لهم تفاصيل وكاركترات وكيف يفكروا وكيف يحكوا وكيف يتصرفوا وخطوطوا وشعوبات برأيك عم بيسلقوا النصوص بصراحة في كتير شغلات عم تنسلقوا مسلوقة أنا بسرق كل الناس بتسرق مش مسلوقة أنا حم نقول مسلوقة آه مسلوقة معمول من الفائدة نحن نصر شيء نسلقة آه في كتير ناس عم تسلق وفي كتير ناس عم تشتغل في ناس كيرا عم تسلق ناس كيرا عم تسرق لتلي عم يسرق ويسرق أنا بسرق بسرق ما بحدي ما بسرق تسرق ولا بتقطبس لا بسرق بس ما بسرق لا عنجاد تسرق بسرق ما في شيء إذا بتشوف مشهد أنت بفيلم عالمي أو بأي شيء أو فيلم بوليوود بوليوود أحيانا بشوف أفلام هندية كتير على كده وشفت مشهد حلو وانت نقلته حطيته بقلب هذا المسلسل تبعك إذا كان مناسب سرق قصة كاملة لا أكيد لا أوكي قصة كاملة بدأ تمين وتموضيح آخر الشي راحت أو ما راحت عليك ترجع عضو فاعل بنقابة الفنانين بسوريا أنت حاليا مفصول ليش؟ راحت علي من زماعة ليش بابدك ترجع النقابة؟ بلا برجع وقات بدي أرجع وليه مفصول؟ لا وقات بدي أمفصل انفصلت بس شو هي اللحظة عادي قصة انفصلت يعني القصة مو قصة تفصل يعني والله أنا محبب أحكي هي القصة من زمان من قبل يعني من قبل لا لا شو جاية تعمل لا هي القصة من قبل من زمان كتير يعني من 12 سنة أول ما بلشت أنا قدمت ورائي وكل شيء ونقبلت وفتت على في فحص تعمله مثل كأنك فيت على معهد العلية الفنون المسرحية في سوريا لحتى يقبلوك أنت كاهية وقدمت شهاداتي وانقبلت فبس تحتى صرت بتصير أول الشيء أنا كوني ما لي خريج مع أحد علي فنون المسرحية فبتصير أول الشيء أنت متمرن اسمك عضو النقابة متمرن بديني عوضوا عن كونك غير تماما فأنا بعضو النقابة متمرن صارت معي مشكلة بسيطة بيني وبين منتج فالنقابة ما قدرت تاخد لي حقي فأنا قلت لماذا عزب حالي وكمل بيننا تماما راحت أو ما راحت عليك نشوفك شي نهارا عم تبكي لا بتبكي بالحياة ولا بتبكي بالمسلسلات صعب عليك كثير ما بكيت غير مرة واحدة وقت تتوفى بابا الله يرحمه الله يرحمه تعيش يا رب وليه ده أنت أقاسي يعني ما لي أقاسي بس ما بعرف أبكي بالعكس أنا تيرحنون بس ما بعرف أبكي بكيت مرة بلقاء من اللقاءات ما بتعب تكذب على واحدة حتى تبكي لأنه لا لا هي ماذا ما بتعب يعيش بلاكي وهالقصص لا يا وشو شامي أنا شو قعد أبكي على لا بس مش ما تقذف شايفون خلينا لك شالي شوف يعني خلينا لك شالي دلّا دون يعني ما عم تقبل ترح معك على العشا وعمتك تقل لها أنه أنت ما أنك قدر تعيش بلاها هذا العكس إنه بيبكو مو أنا له ياهي آيوان حقيقي شغل كبير شاب لك بس تبكي بالمشاهد شو بيقطروا لك بعينك بيقطروا لي ألا أشوف للصراحة أو لضمير أو لضمير أو لضمير أو لضمير أنا لا مولا مرة بكيان بحياتي أنا بكيان بكيان بالمشاهد أنا بكيت مع الأستاذ سلوم حداد بكاني فعلا بمسلسل خاتون بكيت مرة بلقاء كنت عم بحكي فيه على بلدي وشو صار ببلدي يلي أنا أكتر شي ممكن يأثر فيني هذا الشي أنت بتتأثر ما بتبكي أكتر بتتأثر بغرغ رؤيون بس ببكيت بعمري ببكاء فعلي غير ما توفى بغرغ رح أوكي راحت أو ما راحت عليك تبطل مأسر تيجيها أختك سهير والله مأسر كتير ليه مأسر هي بسوريا وأنا بدبي طب لماذا ما بتتقدر عندك والله ما مش كأنه هي ما بتحب يعني هشام شون بدي إليك القصة بتصير القصة لأبم توفي أنت سندها تماما إيه لا ليه مأسر من ناحيتها تجرب بكيك بس ما حط لا لا ما ببكي مرأت لو ببكي بتأثر من جوة وبكباش على حالي ما ببكي إيه مأسر من ناحيتها من ناحية أني شوفها أني كون واقف جنبها لأنه يعني هي ساير مع بعض المشاكل هلأ حاليا وأنا بعيد عنها وما لا يقدر أن أكون معا يعني بس أنا يعني من عندك منيح اللي حكيت هاي الجملة فإلا أنه أنا بحبك كتير ما رح تعمل شيء لأتعود أكيد لأتعود بس إن شاء الله لأتيح الفرصة نحنا بزمان هلأ أصعب يعني أنا صعب أني أنزل هلأ روح لعندها أنا ما فيني شو بتقول لك كلمتين لأختك بقول لأ أنت الدنيا كلها سامحيني أكيد هي ما رح حاملة علي لحتى تسامحني أنا بعرف يعني أوكي راحت أو ما راحت عليك تبطل شالح عاي انستغرام تحب تفرجي جسمك ليه؟ استعبنا عليك شوف الصور ليك ليك شالح شالح حلو شالح حلو شالح 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 ويعيد شو بتحب كتير خلاص بس فضحتونا أصلا ما عندك صورة لابس لا فيه ولا بلتاق ولا بلتاق هلأ بدفع مصاري طب ليه قديش تعبت على جسمي على فكرة أنا كنت اسمي كنت مثلك مشاهدينا هاي كانت الحلقة اليوم حلقتنا مع طلال مرديني كانت حلقة رائعة باي باي هلأ تعبش أنت بدك يعني أنت هلأ شو بدك أنا عم حفزها لازش بس هلأ أنت صاحبي وحبيبي أنت عم تحفزني أنت عم تحطمني على الهواء لا بالعكس هلأ تعبش حامل أنا لأن تقم منك حاشلح لا يا سلام يا قوع لا بدي يشلح لا لا والله لا جرماليا خلق عون جرماليا جرماليا بالله بدي فرجيك البايسبس ورجيني اسمع ورجيني بدي نص ساع بس ألاقييهم ليك في شغلة على شي عصام وناجعة تمسخر علي خليت عصام وناجعة تمسخر علي خليش لا طب ليش بس ليك يا أخي ما ليك أنا عم بقلك مجتمع محافز عربي أنت طب قلك شي سوري في انتقادات شو بدك بره منه في انتقادات عبنة شامي وطالي أتعرض لي لا أمبرد شي ساتر عورتي قوعك لا عورتك يعني أكيد بس أنه يعني دعني أعليك شي شو أنا رح أعليك شغلة أنا بحس أنه الرياضة وأنك تعمل جسم منيح تقدر مثلهم تجد أي عمل بالحياة جهد بدون تعب سنين ما له بخمسة أيام ولا بعشر ولا بشهر ولا بسنة لا بنتقدوك بيكتبوا لك شي تحاد ما ببر شو بيكتبوا لك خلاص الله شو شو بعدين سمعت سمعت لا هيا شو باسم ما بيكتب لك باسم يا أخوص شو بيكتب لك والله لأنا لعب الحي اللأ أعمل له بلوك بس استاذنا كبير ما بيكتب لك ما بيا والله أنا على فكرة آخر الشي ما عادت فرق معي شو كتب لي صرت قل له على راسي يا كبير بس روح الهجوم اللي بيهجب بس هلا عن جد هلا للأمانة اليوم الفنان أو الممثل بيتعرض لكتير هجومات على الإنستغرام لو شو محط هلا هايدي أكيد الأصور العاري الشبع عاري بتجيب إشي أكتر من غيرها خاصة من مجتمعنا العربي بس أنت مرة حتيت صورة لك بأحصان يعني بس لابس لابس بس كتبت وعملت ضجة لأنه كتبت ليا نحن أمة أعيد ترويدنا جميعا لكي يعتلي ظهرنا من يشاء مئة بالمئة عندك شك بهذا الموضوع ايش سريع قوي مدبر مقبل هايك تماما كتبت هذا الحصان العربي الأصيل هذا تعريف الحصان العربي أصيل بس نحن وإذا بدك ترجع تقتني إنت إذا هو إلي وإنت بدك ترجع تقتني بدك ترجع تعيد ترويده من جديد فبالتالي أنا عم قوله أنه نحن كأمة عربية للأسف للأسف فعلا أنا حسيت أنه نحن تروضنا كلياتنا لحتميم ما كان يأتي يركب ظهرنا ويمشعنا لأسف وليه إلا عليك إبقى لي أنه أنه عم بحكي أنا لأمة العربية أنا عم بحكي أن أمة العربية من غيرتي كعربي أنا ما عم بحكي عن الأمة العربية لأنني بكره الأمة العربية على العكس أما أنا عربي وبفتخر بحروبيتي بل كيف أكاروك قم تقصو الطبقات السياسية في البلاد العربية لا 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 أنا نقلت الطبقات قالت لكلياتنا نحن نحنى عننا عقول منوصل فيها لمكان كثير بعيد يلا زبزاب أنا وياك زبزاب خليك 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 زبزاب شفت هالسكرين هونيك كيف لعيتها؟ حلوة والله أنا شالح ولو أنا لا لا أنت هو لابس أوكي هالمرة راح نستبدل الفيديوهات عدم نحط فيديوهات ومنعلق مع الضيف حنستبدلهم بصور ومن ورا الصور راح نطلب منك شيء يعني من ورا الصورة أول صورة بسم يخور في ستوديو أكلناها لما طلع الضيف بسم يخور ببرنامج أكلناها ما ظبطيت لأنه كنت أنا عم صور بمسلسل أحلى أيام وحاكوني مرة وما عد رجعوا حاكوني وقيت لهم أنا هلأ مشغول بالتصوير فإذا بتصبط معناه ما عد رجعوا دقولي ألعوني يعني برأيك أنه هني ما كانوا بدون يكسر ما بعرف باسم كيف يبدو يكسر أو لا؟ أكيد باسم بدو يعني أنا أنا متأكد لأنه حاكاني تليفون وقال لي أنه كذا 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 وبعد فترة أنا حزم مع بعرف شخصيتك تلبق للبرنامج يعني كنا دبحنا لبعض أنا من وراء الصوري تأكلنيها مطلوب أنك تعمل مقلب بباسم يخور تتصل فيه لباسم يخور بتقوله أنه عرض عليك من تليفزيون ولنا تكون مقدم الموسم الجديد من برنامج أكلنيها وأنت مش عارف شو باك تعمل بترفض ولا بتقبل لأنه باسم صديقك بتعمله هذا المقلب ولا بتعمله طب ما في شي ناكله بما أعمل مقلب لا 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 بداي مجبور تعمله والله أنا بخاف من ردة فعله ليه؟ بعمله ما بخاف وين عصر وين تليفونك؟ مونيكا مع مونيكا كهان ها حبصت أسمى والله ضغري لأمونيكا؟ ضغري ما معي ويت ما فيك أسامل بنات ضغري بتخفض السيميون ها؟ ما معك ويت آه عملا هاي عمدقله على الواتساب افتح سبيكل أربعة ميكرا هلو؟ لبرنامج أكلناها لا ضغري ما بجيبها لاي؟ ايه فبدني عمله جزء تاني لبرنامج أكلناها فبدني يعني إنه أنا أدمه قال لأنه الوضع كان مكتير منيح بالبرنامج تواعك بالجزء الأول فابدهن ليك حدا يجي يدمه ألف ممروك ليه متضحات أول شيء متضعقت بعد قدور شغسين بعد ليش مش عن الأكلات اللي بدي أكلها هني قالوا لي أنه أنت ما كتعم تأكل كتعم تشيلها بالمحرمة دائما للا بس أكلات بنتك تأكل صراحة هني قالوا ليش مول أستاذ باسم قال لي أنه صار يعمل مشاكل بين العالم بدنا نقدم شي محترم أكتر فأنت فأنت خليك فأنت خليك بقناة اليوتيوب تبعك برأيي التهي فيها وأنا رح قدم أكلناها جزء الثاني أوكي إيه جد جد أنا ليكني بتلفزيون لنا هلأ والله العظيم بتلفزيون لنا بس أنا أعطلهم أنا مستحيل إلا لأخي وحبيبي أبو روي وأأخذ إذنه أول شيء حبيبي لا بالعكس تحت أمرك ألا أنت بتكمل عني معنات أزرع بزور الفتنة بين الفنانين بين الفنانين اللي بيحبوا بعض كثير عرفت شلون ألا أنت بتكمل زرع بزور الفتنة يا غالي هم هوا هاي الفكرة أبو روي هني ما عد بدهم فتنة هني ما عد بدهم فتنة وإنت قال إنو علقت الوطن العربي كله ببعضه فما عد بدهم هاي القصة والله يعيناك من الأمواج المتلاطمة من ثبات الجمهور من جهة وتصريحات رفاعتنا من جهة إي لأ أنا أغضب عن الاعتبار رح أعمل شي محترم جداً يعني لا اختبع عن جهة والله العظيم عم قلت لك تلتزيون لنا أنا أقصهم بالله إلا ليكني بقلب التلتزيون طيب حبيبي معنات أم أبروك لك أنا جاهز لأي دعم لوجستي من خبرتي شو بدك أنا جاهز لوجستي معنوي شو بدك طب بس بده يحاكيك بده يحاكيك مدير استيديو أو شي بده يحكي معك سلام عليك مين مدير استيديو جورج؟ نعم أبروك أهلاً أهلاً أبرجرف كيفة؟ حبيبي أبروك اشتعتلك أعطيني طلال من جمبك أعطيني طلال من جمبك يان أه أستاذ باسين شو عم تشتغل فيني طلال مين هذا اللي عم يحكي معي؟ جورج اسمه أوكي؟ أهلاً وسهلا بأبو رايبي حلقة راحت علينا مع الممثل طلال مرديني زعفوله إذا ما طلعت البرنامجك جيبتني تليفون لك ما أنت ما بدي جيبك هيك بدي جيبك مهرجان أنا بجيبك حلقة بجيبك مهرجان أبو راي بشرفك ما بتزعلمني بشرفك والله العظيم تعرفه له هشام يعني تعرفه تعرف أنت قدش حبيبي وبعرفه لأنا قدشه أبو راي حبيبي يا أبرو I love you أبو راي I love you I love you man حبيبي بسيطة مردودة بالأفراح إن شاء الله مو قلي إلوها أبرو يسأل أنا ما لي حمل أنا بيضيع إلو بس إلو ما بيضيع حق يا ما بيضيع حق من إلو لباسم يا خور أكلناها أكلناها من إلو شكرا يا عبيبي يلا بنحكي معاك إن شاء الله إبعاد بصر خمس شوفك بس روما بشوفك باي باي حبيبي يلا باي 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 أعمي سبني لسا يلا كان صورة بوس إدخذ أنا أحصابي تلفئ يلا معتصم النهار ببوستر مسلسل أحلى أيام حلو أوكي ليه ما نزل ولا بوست معتصم والله شوف أنا هاي القصة لك أنا معتصم حبيبي وأخي وصديقي من وقت ما كنا صغار بدي إقلك شغلي اليوم بس تقول بس تحط طلال مرديني شاء أول خبر بيطلعه طلال مرديني يدافع عن معتصم النهار للأسف بوجه أي من رضل للأسف أني أنا دافعت عنه كثير لا ليس للأسف أنا ما بدنا مع شيء عمدته أنا دافعت عن معتصم كثير وأنا بحبه كثير وبخاف عليه كثير هو بيعرف هذا الشيء لكن هذا المسلسل اللي صار قصته معلش لو بدي استفيد من الكنام شوي أنت روح قلبك لا بالعكس أنا حبيبي أنا خطت أحتك على فكرة ما لك أنا هيا وات يعلقنيك مع باسم يخبو ولا مع معتصم النهار لا مع معتصم وعرفنا حلو أنه هو غلطان معي أبناً هو غلطان معي وغلطان مع بحق المسلسل وشركة الإنتاج اللي عندنا قابل المسلسل أنك أنت تجي تعمل مسلسل تقبض مصريك وتعمل مسلسل لا له سيء تقبض مصريك أكيد قابلت المصريات عامل مسلسل منيح نازل بأحسن قطيلات حاجزيله أحسن طيران وكانت شركة أرتيجين أرتيجين ونعرض على لنا ونعرض على لنا والمسلسل عمل جماهيرية كثير عالية ونفس عن جد نفس المسلسلات الكبيرة كثيرة فبالتالي أنت لا مسلسل سيء لحتى أنك لا تنزل أبوص ولا إذا خايف من الناس احكي بصراحة وبضوح أنا ما رح نزل مو تقولي يلاح نزل صرت آخر شيء يعني وصل لمرحلة أني معتصم الله يوفقك أنا الشركة عم تطالبني وعم تقولي أنه لحن نحكي نحنا مع معتصم لو لا أنا بحكي مع معتصم تلاصل أني أنا معتصم أنا اللي ساعي ورا جيبته على المسلسل والمشكلة الكبرى هي كانت جيبته على المسلسل وبيعرف هذا الشيء معتصم كثير دايقنا بموعيده كثير دايقنا بيسفره كثير دايقنا بقصة أنه نحنا صدنا نحزب مشاهد من المسلسل مشان نخلي معتصم معنا فبالتالي معتصم الناس هني عندك عتب عندك زعل عندك خلاف خلاف ما بيصير خلاف معتصم هلا تشوفه تسلم عليه بتحبه تشوفه وبسلم عليه بس دي فهم ليش يكعمل شو الفكرة ما عاد وضح لك ما وضح لي وأنا ما عاد سألت على القصة وخلينا نقول أنه أنت اللي عطيت أنت عطيته أول دور بمسلسل أيام الدراسة وعطيته بمسلسل الخطؤون يعني أنت من أول ناس اللي عامنوا بما وهابته تماماً بس أنا ما ليبع حيطة بقصة أنا اللي عطيته هو أثبت نفسه والزلمة ما شاء الله عليه نجم كبير ونجم صار وأنا كتير فرحان له بس بنفس الوقت لا تنسى حجر الأساس بشكل مباشر بشكل مباشر عتاب مباشر شو بتقول له لمعطسيم أنه هذا المسلسل يا معطسيم هو كان حجر الأساس وإنت بتعرف أنه هذا حجر الأساس وجداً جداً جداً أنا زعلان ومأهور من قلبي لأنك أنت استخفيت بالمسلسل واستخفيت بكل شي كان بالمسلسل كان لازم على الأقل على الأقل لو أنك مراضي كونك أنت أجيت واشتغلت هذا العمل اللي هو حجر أساس بدايتك لازم تعرف أنه كان لازم أنت تهتم فيه يال سورة أنا شكلي هأطلم هيفا وهبي إله 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 شو صار بخلافك شو بدأك لازا 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 بدأك خليلك السورة رواء هي والله خليك سورة وبروح روحوا تركوني لحال يالله خلاص شو صار بخلافك شو صار بخلافك حدا بزعي الهيفا أنا بعرف والله أنا أخي أنا بطق مخي بس أشوف حدا عم يحكي عن السوريين ما بقل أنا ممكن إذا أمي حكيت عن السوريين إعلق مع مو هيفا أوكي بتكتب تويت بتكتب هيفا وهذه تويت بموضوع حادثة المنزل الفنانة نانسي عجرام تكتب له طلال بتقل له إباحيتك أكبر جريمة الإباحية كمان إجرام ما تلق إباحيتك الإباحية كمان إجرام نفس الشي أول شيء أثمين اليوم ما هي أبدا أنا بعمري إطلق ما بدنا بعشي أنا بكل بساطة فيك تقولي إنه هذا المجرم اللي دخل إذا فعلا مجرم تسلمين أنا بترك القصة في قضاء بتحكي بس إذا كان فعلا مجرم بتقولي المجرم اللي دخل على بيتك إن شاء الله يفلم من بلدنا ما بتعممي لأنه السوريين فيون الأطباء فيون لا طبعا ما أنا بيوارد نحن القول بالسوريين المعروفين فيون الأطباء تماما يعني السورية ماشي حاجة سراحة لا أنا ما بحب لأنه هذي السوريين ولو أنت سوريا سوريا شعب عظيم تماما شكرا شكرا تماما أنا متأكد أنه ما لأقصده وهي ما لأقصده هذا الكلام وهي طلعت وحكيت أنه ما لأقصده هذا الكلام القصة انتهت وراحت وأنا عن جد ما كتير سطعا بحب أحكي فيها بسط خاف منك وقال لك ما أحب أحكي بتقول لها الجاية بتقلعني هلا بوعدك أنه رح يفلو بوعدك يا ست إذا لا سمح الله دار الزمن ما رح نقول لكم نفلو إحنا هيك تربينا بعاد عن عنصرية وبس حاب أقول لك أنه إباحيتك المعروفة اسمها جرام وتحويل اللي بيأكل حق عماله القاتل والمجرم شوق لبطل إجرام إي بس أنا عم أقول لك أنا أشوف هاي تحت عمتلائدت هاي فورد غضب إي وعمتلائدتلي تحت لأنه أنا فعلا ما بعرف إذا فعلا هذا سلمي كان طاقل وهذا مش تماما بس الفوق أنا ما بندم عليه إطلاقا الفوق الكلام مكتوب أنا ما بندم عليه حاج عن جد خلينا نحب بعض صرنا ورا الناس طيب مسعادة هلا تعمل خطوة باتجاهها فتحط تويت هلا أنت طلال مرديني تعرب لي عن حبك لإله ما في داعي لتويت هاي أنا عم بحكي على التلفزيون وعم بحكي لك إليك إن أنا بحبك كتير وهي بتعرف إن أنا بحبك أوكي إلي لها هيفا أنا بحبك وواحد ممتابعينك وبحضر لي كل شيء وعندك عندك مشكل يصير في عشاء لتوضيح الوجهات النظر أبدا ما عندي مشكل تميت تتعشى مع هيفا أنا هموت على ما أشوف هموت عشاء يلا هلا صورة كمان جاني يسبر جاني يسبر ببرنامج أكلنيها وصفتك بالنسونجي بأنك سبق وطلبت إيدها قدين نص ومزح اللي عم تقوله طلعت آلة الثاني يوم إنه هي عم تمزح وهذا هيك شروط البرنامج أنا جاني على فكرة صديقتي كتير أنت نسونجي ولا مش نسونجي لأ نسونجي والله نسونجي لأ أنت بتقول أنا مش نسونجي إلا الله يا أخي صرت ترمع مرات أقول لك أنا نسونجي شو بدي أكون رجالجي يعني ما بتصلي لأ رجالجي يكون نسونجي مش مشكلة ما بك تجوز لا والله لا ما بدي ما بديك يعني كدل عزب عطول هيك قاعد من حالي بنام إمتى ما بدي في إمتى ما بدي لا حالي بتصلي وينك ولا عالي بيلي وين رعايت ولا عزب خالصة ليك وطلال المزبوط أنت بس شوف بنت بطل توقف تحكي بتبطل توقف تحكي ممكن والله ما بعرف ما بتعود يجرب ويفو ما وخلص ما بحث على حالي إذا شفت بنت حلوة ما عتحث على حالي العمل هتدرحش ايه والله هل درت تحمس لك يا أخي يا حلوين البنات تبليك بس أنا معني نسونجي تبليك للمرحلة اللي أنت عم تحكي فيها أنت بتقول أنا مش نسونجي أنا عاني مو شبعاني من النسوان لا ما قلت لك بحياتي هذا أفترة هذا أفترة عم تفتري بلاش تفتري علي لأ لأ كل شي صح بلاش تفتري علي هاي جيني إسبر إذا كماشتها بدي أيت ما قلت لي بدأ تبوسها بعدين تقتلها أنا بحبك يلا جيني جيني أطيب قلب ما بتحبها؟ والله العظيمة لأختي البنت تسألوها صلة أرجعت الصلة كبار بسألك لا لا مش الحال بتشبع فتحة أحلامك سيرين عبد النور طبعا من معروف أحمد سيرين عبد النور بس كيف تقول لك بجوزة سيرين فريد على رأسي طبعا الله خليها لجوزة وأنا فيه نصف 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 الوطن العربي يحب وقفت علي كمان بدأتستكثر اني حبك كمان يعني فيه مليون بني آذان ما شاء الله ليه حلو شوف سيرين عمر حلو واللي واللي يعني واللي بميزة عن غيرها إنه مالا في هيدا لعلك جبنالك إيها هيدا لعلك أبتعرفوا أبنال معتا بتعرفوني بحبك تي حملها ما شاء الله بحملها لك خليها غمرها لآخر الحلقة لا خملها متزوجي المخلوقة لا شو خصب أنا 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 رح بص لها رأسها برس خليها 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 جنبي خليها لآخر الفقرة خليها جنبي مشان تفرش عليها يا والله مغروم في اليوم طب ليك طب بس مغروم في حب أنا أنا بتلاقي بتحلم تعمل دور أنت وياها بطولة شو الله يصابحك شو طب ليه ما بتكتب مسلسل ليه ما بتكتب مسلسل بطل والله ورجيك الانستغرام بيني وبينها شو التلا عم بتكتب ليه التلا عم بتكتب ليك مسلسل وكذا وناطرين وقاتلي بعتلي وبعتلي فيبدو أنه بفوقت لهذا الزمن اليوم مين سبقك على البطولة مع محمود نصر وتايم حسن والله حازدهم من قلبي حازدهم حازدهم والله كل ما بتفرج عليهم تشوف هيك محمود ومكسيم خليل وعابد عابد ولا لا بلا عابد أكيد في الله عد العكسي الله رب العالمين شايف كل شي وعرفان كل شي وإلا ما هيك اللي هدف لعبة الموت سوريا قصة مثلا الغنية على العكسي فما هي هي ما مشي الحال تبليك إذا بعد ما إجيك دور مع سيرين وإجيك دور مع نادين الجان طبعا بقب طبعا على رأسي نادين ممثلة كويسة كتير مهمة حساسة بل سيرين نادين مين بتمثل سيرين أكيد دغري فورا تبليك ما بدك تجيب أولاد بتعرفي حلو أنا عندي ولدان كيف تتحمس بتقول أنا ما بدك تجوز عم تروع حالك متعة رهيبة والله أنا ما بدك استمتاع يعني شو بده يجي ابني مثلا فلقه يطلع مثل أبوي شي ممنع يعني ممكن حراتني شو ما خلصت هاي الفقرة بلا خلصت الفقرة هاي دي آخر رهدي خلص فيه روح بريك خلي رتحها روح حران يلا لك غمور سيرين بهالوقت واحد اثنين ثلاثة بريك يلا راحت علينا بعد بريك مشاهدين عود لي لحلقة راحت علينا للليلة مع النجم طلال مرديني قدي بس لأنه دايما كل ما نكون عم نحكيه بدلت تقول تكرر أنا شامي وأنا شامي من ساروجة كمان اي بس من ساروجة منطقة عطيئة كمان عطيئة يعني سؤال بس انت دايما حافظ على التقاليد عطيئة لحقلك شغلة هلا أنا حنجرب شغلية جرب لفهم هادول ليولي ما بيلفهم معا بلا 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 شامي عنجاد شخص انا لفهم معلك وينو هي هون لفهم لتحد ايه بس شوان بيلفهم من بيروت بيلف لنشوف بس لنشوف معلش قديش انت شامي قدي انت اليوم مثلا بتعف تعمل عراضة شامية تقليدية لكننا صغار يعني فأي عرس بسوريا أي عرس بالشام أي مناسبة بالشام في عراض بدون ما تخبرني اذا بتعرف او ما بتعرف نحنا معنا اليوم فرقية سيوف العز للعراضات الشامية التقليدية بدي شوف ادائك الشامي حاج بقى كل دي قد تتولي بشواربك وتقول لي انا شامي بتعمل لي حالك ان انت فارس على حصان وجندي في جيش صلاح الدين لا لا طول لي بالك واحد اثنين ثلاثة فرقة سيوف العز عراضة شامية بدي شوف مشاركة طلال مرديني حنشوف واحد اثنين ثلاثة فلو على محمد قبل السلام عليكم وقبل السلام عليكم وهي وصولنا عليكم لا بالتاحية بحيكم حب التاحية العربية حب العراضة الشامية حب العراضة الشامية ويا عيني ويا عينية شباب كل اسكرتية شباب كل اسكرتية شباب على البوابة وفتح وباب السرايا ونادي ندي بالعالي ما بدرو بدر الشيمالي وهيهيشام وداعينا وجينا وراحات علينا وصق بالقهوه وزقينا وقهوتكم مرا ويا زيب وما عطارة بحب الهيب على يفا ناجينا أصمع الوصف على الأصوله وهي طال البد يقوله ويا طال الملك صفنان وزمع نصات الرنان ويا أصبع البر عومي اشربي ولا تعومي اشربي منبير زمزم زمزم عليها السلام ويا سلام اضرب سلام علم كلل بالغامة والغامة غامتو ومعامتو مالامتو ومحلى الشام برجالة ومحلى الخل وخيالة ومحلى عاداتك يا شاب ومحلى العربي ولف الشال ومحلى رنيت الخل خال والله محييكن يا رجال ومحييكن كبار صغال ومحيي كل من جاد وقال وانا بتكنى بالشال وحزينا بيلبس الشال ويا ربي ترجع الشام وعن أحوالها من زمان وشام تاريخك عجب وصغير كبير عنك كتاب وعجب يا بابا عجب وشد الأمجد والحساب ومن قديم ومن زمان وشنة وبابها دهام وشنة وبابها دهام صلو على محمد هو العيد وعادلة صلو عليه قوية كتير شوها الله يعطيكم العافية يا شباب يعطيكم العافية شكرا لفرقة السيوف العز شكرا للكم زعفة كتير كبيرة عراضة شامية عراضة شامية تقليدية شكرا للكم شفات؟ مش معاول حقيقي لو فتل والفوق انت اختار لا بس انت انتبهت اللي انتبهت بعد اخر شيء ستمنح لا انا بالاخر اصراحة سورج هالك هاشباش هاشباش لالامانة لانه بالاخر بطاط عم بصيب شيء بس عم تأدي اسمعت شيء بالواجه هالا 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 بس فيه الغومة الغامة واللعامة يا حاملة الغامام مدر شكرا لك خلاص راهم بعير فوق مو بينها تا مو بينها وانت هاو الشام الشام بس انا حسيت انه فيه الشام باخر كل جبلة حتى نحنا ممنعرف شو بقوله انا بقوله انا بقوله كلام معروف بس نحنا ما عد نسمع شو بقوله ان شاء الله يرجع عز الشام ان شاء الله سهلين بس فيه كلام معروف هلا اللي انا عرفتها اللي عنا سهل دير انطلعت انا صحيح هاي سهلين ان شاء الله بيرجع عز الشام ان شاء الله بيرجع عز الشام وناكل لحمة وحمام ويجي الى عنا هي شام ايه والله بتنوير حلوي حبيبي طيب عاصيم هيدا كانت العراضة الشامية واسبتت انك شامي حك وحقيق عم حاكي انت شغطر بالتقليد يعني ايه بس هيكة يستحيب التقليد بس خلاص تصلح قلد لك انت ما بين حلق معك شو ما بدك امشلح اذا بدك اشلح باشلح لا يا خييل لا ده شوية كل ما بتقلي بدك عساساس انت بدك دفش لتشلح ما انت بتشلح بدون شي لا بس يعني انه هلا اكيد بدون دفش بتشلح بس صور فيديوهات ما بدون بدون دفش مين بدك قلد لك ايه بس انت بتقلد الفنان الكبير رشيد عصاف ايه رشيد عصاف كان اخي برجال العز اخي الكبير فهو عنده مشكلة بالحياة انه ما بيعد خمسة اربعة ثلاثة اثنين ايه مو فايف فور تري تو ايه بيعد اربعة خمسة ثلاثة اثنين وبيعجق ليه فبيجي بفوت على المشهد ففي مشهد بدي يفوت لعند المدام نادين خوري ايه يقل له انه ابنك ياسين كشف على اختي بالقرع وانا ورا ففاتك امياسين ابنك ياسين اربعة خمسة ثلاثة اثنين امياسين ابن امياسين اربعة خمسة ثلاثة ابن ياسين ابنك كشف اربعينو عنها اربعة خمسة ثلاثة ابنك امياسين ابنك كشف اما تقلت له نادين اقل له يا رشيد اقل له عد صح بتطلع معك جميل اقول خمسة اربعة ثلاثة اثنين اقول الجملة بتصبط اه هو دائما هو هيك بيرقد في الرقضة اهم بيرقد هيك هيك فهي مع الجي احلى بيجي هيك امياسين اربعة خمسة ثلاثة اثنين امياسين اربعة خمسة ثلاثة اثنين امياسين امياسين ابني كشف على اختي بلارها اوكي قال له اوكي قالت له هلكتنا هل تعملتها بكلش القصص اخر شي اخدتها اخدتها من تحت احلى هتحيلة كبير رشيدة عصام تحييّة طبعا يا حك�� كبير أستاذ رشيد عصام مرة أرابني كف على فكرة لهلأ ما بخوش طابلة إدني حقيقة؟ اي والله ليه؟ بخشتي طابلة إدني فيه برجال العز مشهد كان؟ ايه ما كان فيه كف أنا كاتب المسلسل أكيد ما لحكتوا بإني بدي أكل كف فيه ايه بس فاجأني فيه وصفقني يا لك ياه ما لك المدام بنواصف 4-5-3 ومشاهد ما بدون ما ياريت لو قال 4-5 بس المدام بنواصف يوميتها الله يطول بعمرة كانت أمي بالمسلسل فارتعبت عن جد من الكف لأنه بلشت شوف الدم عمين زالي شو عمتعي جد نزلك الدم؟ ايه معنا زالي الدم من إدني نبخشت طابلة إدني الله يخلينا يا اوكي هل الفنان الكبير سلو مخداد عفكرا أنا ما هيك هلا هو زعلان مني وأنا زعلان مني ليه؟ قصة ما عليك ما عليك أحكي أحلى شيء أول الحلقة قالت أنا بيعمل كتير مشاكل مع زملائقه بس ايك بس ببرده قلبه نطيب لا أستاذ سلو محداد أستاذ كبير وأنا إذا بي يعني بيسلخني 200 كف بقل له أمراك أكيد ما رح أقعد أعمل مشكلة معا بس ما المشكل شو اللفي هلا توتر بينياتكم قصة والله قصة بالشغل ما لا على أبشي كينا شو تقول في توتر زمان خبرا من شو؟ من قصة شغل والله شغل ما فينا نحكي أسماء أشخاص متعلقة بالشغل إيشان مو مقاول لك تعرف البيضة من بادا والجاجة من جابا من جابا البيضة من بادا والجاجة من جاجة ايه بس المثل من جابا من جاجة هي كوميديا اه أنا فكر من جاجة لا من جابا لكن العمر نسمع بهذه يومياته بجميله هنا ايه بجميله هنا يالعزلية طيب طبعا أستاذ كبير أنا يعني متشرف مني قلبه أكيد بي أستاذ لقنا بخاف من الرياكشن تبعه أستاذ سلو عنده مشكلة بيضال يعمل يا أخي ليش فمرة كنا طالق ايه فمرة عم نلعب ورا فخسر خسرنا عم نلعب تريكس فخسر طعب تلعب تريكس بعرف لعب كل شي أنا نضيع مستقبلين ورا انا اجريك كسره انتبه انا كتير بكسرلك ايديك يعني خاضر والله عزيم راسك كسر وحيت هلا بعدين جواكر بياخد اسمك على جواكر احكوا طيب هلا منشوف نضيع مستقبلين ورا الورا مهم لو لا الورا كنت انا هلا بجوز ما بدي حكييييييييييييييييه مهم ف انا غشيت اييييييي怎么 فشافني عمل倍 البرون اللي بيانك تفهم البرون اللي أبتعيده تعيي؟ لا دورية الحام يقبل هنا صعب يا هيا هيا مره جابدش أيام ما كانت الدشات الجديدة حسنا فجابدش إجا قال قال يا عمو شوفي بتجيب ألمانيا بتجيب برازيل بتجيب كل شي مثلا هيا 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 ألمانيا برازيل فممحك دورية الموجودة هيا سلطلون إلى الموت ألا يا عمو اللعنة سامي الجزائري رحلت يا عمو هنا ليست محسوبة آين من إسرائيل ماذا عن Phillip الموتسن بالتأكيد موتسن بلا الموتسن مغلقًا فقط تبعلي وصل الذي تكون لديك أعتصم! هناك بالتخبير هنالك أحباً وأنا أعرصاً ويحاول أن يقلّد كل بحاول أن يقلد كل فيه كم أعتصم مثلًا أرى أن أريدًا عندما تشعر لك شيء، تشعر لك الخياط فجأة نعم يميّل على قصيخولي كيف يميّل على قصيخولي؟ كل شيء كل شيء قصيح حبيبي أهلي طلّو بقلّدهم بس أنا مشكلة بستحي بقلّدهم بقلّد سامر المصري سامر مصري قلّد لي في مشهد بباب الحارة فيجو بيكون أبر الزعيم فيطلع بقلّون تركوني لحالي فبيحطوا هاي من أطوال عمرك ما بتريدني أحلف إلا بالله العليه العظيم بس أنا اليوم لح أحلف برحمتك يا كبير تحرم عليّ النوم أطوال ما غريمك عايش وأنا مش هام قدّاما حوّيك يربعني طيب كيفك أنت والأصوات؟ نعم 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 شليمو قالوا لي بتعمل فيها أصوات كيفية نعم شو هاي؟ تضاهي معك شليمو وإنما كان؟ تعرف تعرف صوتاً المشين تبع الأسبرسطو تبع القهوة تبع الأصوات تظلعها؟ تتعلمك ياها؟ ترى تضعها هيك في عيشة سنانك والسنانك والسانة حسنًا و تفعل شيء هل تعطيني واحدة معك؟ طبعاً تكرم ولو ماذا معك؟ ماذا معك؟ ماذا معك؟ ماذا معك؟ ماذا معك؟ كيف؟ سمع حتى هنا سمعنا كل سنة حسنًا سمعنا سمعنا قليلاً سمعنا قليلاً قليلاً سمعنا هذا الصوت اللي أنا مطلعه عندي قول ألو ألو سمعنا قليلاً إلا سمعنا لقد قلتك حسنًا أضع سمعنا سمعنا وهك هل تصفر صفير الشرطي؟ لا صفير الشرطي والحكم كيف؟ مثلاً كيف؟ حميماتي كاين أنا وزيح لعمل كيف كمان؟ عيدة عيدة الصفارة شو بتعرف تامي بعد؟ والله كتير شغلات بس مثلا فرّة او جيجي شو عارف؟ مباركة مباركة أصوات حيوانات مبارك عصفور ما بتعرف؟ كيف؟ بس هاي ما بدك تعلّمها؟ بس ما عار حارف أنا ما عارف إيش؟ لا إلا هواين عم تحطها؟ إيش؟ 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 إنت عم تسدّا؟ فتحلها؟ اه؟ لا مو متراجع فأنت غلاص يعين عليك صلع في هيك بلشت معك معك أه بدي تسنين ونصب يمشي عال طيب مع القهوة السريعة مع الأسبريسسو رح ااخد آخر بريك بحلقة للي ومن بعد بريك كمان عنا أسئلة مع يبرأ وانت كثير بتحب اليبرأ بريكي يلا بعد بريك عودة اللي رأت علينا مع النجم طلال مرديني قدي بتحب اليبرأ ورق العريشة نسميه نحنا يبرأ نحنا عنا على فكرة اليبرأ هو ملفوف نحنا عنا تكون تزاولي مرأي اليوم شو؟ معقول ما في حدا بالعالم ما بيحبه أنا عندي فوبيا من اليبرأ طيب جيبوا لي صحن الورق العنب لا يا الله بلايز جيبوا لي صحن الورق العنب شو أكلته؟ بدنا إياه للحلقة كتير من الله يا زلمي بعده عني اللي عني جاد لهالدرجة؟ ياومي عمول ما اعطيني كلينات مستحيل والله ولا باكلوا زوينك شو؟ إذا بيطلع أبي الله يرحبه من أبرو شو عم تحكي جاد؟ متل ما عم حاكي لهالدرجة؟ إيه لهالدرجة أهلا كان أوكي في واحد رفيقي يراهني على 10,000 دولار أسباك وليبرأيوا ما كلها لك لهالدرجة؟ أيه أكتر طاه دو تعال دوقك لا ولله والله مهروم لا والله زعاء يا بزعال زعال زعال بشكلية زلمي لكت أنا ولفهم طب خليني يحكي أنت عم تلفهم اللا لكت أنا ولفهم طب خليني يحكي عود شو؟ عود ليه ما بتحبه؟ مرة وأنا وصغير نحنا كانوا يعملوا عنا ورق العناب واليبرق يحطوا خيطان هيك ويحطوا 15 واحدة مع بعض هيك ليه بهم تلبسون كنتوا ولا كنتوا بشان ما يفرطوا خليني يحكي لا لا إلا الله أوكي بتعصبني بتوتر والله شيء لا لا خليه خليه المهم فكنا معزومين ببيت خالتي عجب بتوتر من منظره ايه كنا معزومين ببيت خالتي فبيلفهم نعي هن هيك اليبرقات بحطوهم بلفوهم بخيطان حلو؟ وبيحطوهم بقلب الماء لحتى يستوه فأنا رحت مساكتها مثل ما هي وصرت آكلها صغير لقد طلعت استغرب هيك تتغريب فلا ذاك أن عمرك 12 لا شيء 12 آآ 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 بغري نصعق بغري نصعق بغري نصعق أكلتها آخر شيء عقل بين سناني شيء عملت له هيك حسيته عم يطلق من هون من هون عن جد عم بكي وأجت العيلة كلها اجت العمل وأنا عم يطلع خيط هيك وهيك وهيك ايه وتعقدت ولا عططوا لليبر بس ما ما أكلته ملفوف أكلته ملفلوت شو ما فلوت يعني هذا هذا يالنجي هذا عنا بسوريا اسمه يالنجي هادي يالنجي شو يالنجي يعني وعنا ببزيت هذا الحلو لبزيت ايه هداك شو أمر هداك لا هداك مالح اه مالح اخد نظامي ايه مع أصعيس مع أنه ولله لحمة يعني مع أنه ولله أنا بس شوفه يعني أحيانا بشتي بس بخافة صار عندي خوف مش أنه بتكره طعمته ما بكره ما حشا نعمة الله ليش تكره طعمه طيب هلا عنا فخرت يا بتجاوب يبرأ يا بتفكر يا بتجاوب يبرأ مش يا يبرأ يا بتجاوب يبرأ يالله بجاوب أوكي خلص أكيد بلش بكتابة مسلسل 2020 من بطولة نديل ناسين جايموا قصي خولة وانسحبت ليش انسحبت بتقول ولا بتاكل يا برأ لا بقول ما فيش شي لحتى ما أقوله بقوله هذا سهل هذا اسمي علي أوكي على فكرة أول شي أنا اشتغلته لهذا المسلسل كتبت أول حلقة تقريبا وما وشوف بكل بساطة فيه دائما وجهات نظر بالحياة طبعا وأنا بتشرف انتعرفت على شركة الصباح على دول الناس اللي كتير محترمين وبروفيشنال وصلنا لمكان يعني أنا شايف شي والمدام لما الصباح شايف شي فيبدو أنه رح نتعذب بكمالة المسلسل فبكل بساطة أنا انسحبت ومشيت مع كل احترامي إلهم وكل احترامهم إلي ولحد هلأ منتواصل وعلى كتير علاقة طيبة وما انسحبت وصار من الشاكل والقصص بالعكس طلعت بكل احترام وكان هن جدا محترمين معي وانتهت القصة واجه صديقي بلال الشحادات ومعتقد كاتبة لبنانية اسمه نادين جابر نادين جابر أكيد نادين جابر هن اللي كفوا المسلسل وما كفوا يعني أنا ما كتبت حلقة يعني وكانتكون هاي الحلقة راحة متل ما هي بس كان بالبداية المشروع انه أنا رح كومه موجود لكن متل ما قدتلك هذا اللي صار وعلى ود وحب ومحبة واحترام عندك فوبيا من الجيت سكي سبب باس الخياط برأيك وقعك عن أصد أو من دون أصد بتجاوب أو بتاكل يبرأ بتجاوب أو بتاكل يبرأ أسرت لحدا أنه أعطى عن أصد سأكل يبرأ لأخص بس من باسل لأنه باسل لا والله مش عود هذا يا سيدي ما أنت ما ركننا عم نصور مسلسل اسمه هي ما أنت شامي هي أنت يا ما أنت كنا عم نصور مسلسل اسمه مخليل أباني كان بطولة باسخياط هو مخليل أباني هذا بسوريا هذا الحكيم من زمان بال2009 فعم نلعب ما خلصنا تصوير كانوا ننازلين هيك كان بقنات الواحد فعم نلعب عجل بالمي عجلسكي فقالت لأباسل طلعني معك كانت معنا يوميتا كان معنا خالد القيش كانت معنا ديما أندلف فأنا طلعت ورا خالد القيش بنصف البحر قرر باسل ينزلني اطلع معه ويبعد ديما تنزل معه مع خالد صرنا بأبروس يعني كثير بعضنا شمال مو مزا صرنا بأبروس يعني إنه هلا شويت هني حيطلعو لنا فأنا ورا باسل وباسل عم يعني ما أعرف زقاصد يعني بس هو عميورجيني بقدراته كان فطار الجيتسكي على الموجة هيك 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 فمن الوقعة الارتداد هو متكمش أنا ما لي متكمش أنا وراه رجعت هيك صرت عفتوا هذا الصاروخ لما بيصفؤوه طارت جيت بأبروس ايه تماما هيك لا يا ريت جيت على الجيتسكي تبع خالد هو ماشي ورانا لو مايلابس السترة النجاة هيك ماتت عن جد جيد ضربت ضرب ضلعي بالهي فشالوني وما بنسى باسل شو عميلي كان طبعا موجودة تحية لقب شمس الغالي عميلي انه لات أوفر طلال ما لقوي الضربة أنا كأني واقع من بنايع جيتسكي ماشي يعني بيقول لي ما الله سترنا الحمدلله لساعة ناعيشين نتعرف على هلوش الحلوة يا حبيبي يا حبيبي القلب أسرت على علاقتك معنا زباس بخيار أبدا أبدا بس ما أسعفني يوميتا تركوني مان هو أفضل ممثل سوري شاب بدي اسمه واحد ما تطعط لعب لي اللي استفقني بالجيتسكي باسل خيار اي باسل خيار بتغرب بتسمي؟ اي بسمي ما رح أكل يبرق والله زوينك من هي أفضل ممثلة شابة سورية؟ شابة يعني عمي الأفضل ممثلة سورية واحدة اي من شكتين لا بتقلي واحدة أو بتاكل يبرق شابة صغيرة دانامارديني لحقلك ليش؟ دانامارديني عائلتي لا أحد فيها حاكيني واحدة بتعربك؟ يعني قربة شوية بعيدة طيب أفضل ممثلة سورية مش شابة؟ لا إله إلا الله كاريس السولافة هني كلمة هيك اسمه لا شهولة تبرتم مش شابات؟ هيك لا لا انت شابة يعني صغيرة أوترة لا أنا قزة يعني قزة يعني في عندك مونا واصف صباح الجزائري ثاني الجزائري أفضل ممثلة سورية شابة مستحيل تنقل باسمه أفضل ممثلة سورية؟ سولافة مع مار وكاريس بشار واحدة أو تأكل تنقل بين سولافة أنا شو بحب مع مين بحب أشتغل أكتر؟ مع كاريس مع كاريس وأفضل ممثلة ما بدك تأكل يا برأة اليوم عم بحكي شاب سميلي صبيي حبيتها وبعدها تفكر فيها لهلأ أو تأكل يا برأة سوف تأكل يا برأة أكتر يا برأة سوف تأكل يا بارة ممتع بحيات أمك بلاه من شاء الله كرمعها لهالصواع الحلو جعل جعل لا أعرف تتعلم ماذا يحدث على باسم يا أفضل؟ تخيل استخدام قول اسمها لكيخي هنجيب لك لينكس هنجيب لك قول اسمها شميت ريحتها مع تفيني عيلتها لا مستحيل والله اذا بتتعميني شو بتشتغل ماذا خلاك خلاص اعطينا اعطوك لينكس بعدك بتحبها خلاص بعدك بتحبها بتموت فيها؟ لا تفكر فيها كل ليلة لا تفكر فيها كل ليلة ماذا؟ انك حكيت وتضحت انا ليس بحبها يعني انا بتموت فيها اكيد انا بصراحة عملك يعني بكل حقيقة وكل صراحة لو ما بحبها ماكنت ارتبطت معها اكتر واحدة طولت معها ايه سنتين تقريبا سنتين من هو وقت قليل؟ اتعار بالنسبة لي كثير كثير هل الفكرة موني اتعارفك نسونجي وظهرت معك مش انه هلا تكتشف انا والله مبخون اوكي نسونجي وظهرت مع احدا مبخون مبخون ابدا ابدا انا لما بكون برات وبكون سنجل بعمل اللي بدي ما حالة الو عندي الفكرة انه انا نفت من اكل يبرأ فيني ما كفي الحديث لا بكفي الحديث او بككل يبرأ الفكرة شو كنت بدي احكي نسيت والله نسيتني عنا عم تقول لي قدتو سنتين سابقا ايه الفكرة انه وصلنا لمرحلة ما عادت يعني ما عادت في تفاهم خلص صار فيه كتير جفة وفيه شك وغيره وانا كتير بيحترمها منها هي ايه انا كتير بيحترمها للبنت وكتير بيعزلها للبنت لكن مستحيل الرجع خلص الله يسترله انا اساسا ما بعرف عنها شيء اطلاقا يعني اكتر من سنت هلأ اذا بتعرف انه عندك حلقة بيهمة تحضرك ولا اخر همه بعتقد انا اخر همي ازهي بتحضرك ايه طبعا اخر همي خلص ناس بجوز تكون مرتبطة فضحت طيب فضحتنا اخر ثلاثة دعاية من الحلقة من عمري اخر ثلاثة دعاية من الحلقة رح يقابلك اومبيرتو جبور رح يقعد محلة هو يختم البرنامج معك اومبيرتو جبور من بعض التقرير اومي بروح ببوسي لك شيلولي اليبرأة شيلولي اليبرأة عن جد مرحبا اسمي اومبيرتو جبور عمري 25 سنة من سوريا طرتوس دارس تمثيل بحب تشكر تلفزيون لنا اللي عطاني هاي الفرصة واقع الاختيار علي بحلقة الأستاذ طلال مرديني اذا حبيتوني صوتوا لي اليوم معنا موهبة او الأحرى متعدد المواهب موهبة من بلدي ابن بلدي بنى نفسه بنفسه رحبوا معي بالأستاذ طلال مرديني أستاذ طلال شو هو الدور اللي ممكن تعمله وبتقول انه بعد هاددور ممكن اعتزل معاوين ابي صفيان حلو قلو لا شو دخل تراخي وجيت ضروري رتع الله يوفق بسال ضغطي لله ليش الخليفة معاوية بنى أبي صفيان لا تاريخي لا تاريخي لا مش أكيد يلا إن شاء الله بنشوفك عن قريب بهالدور إن شاء الله بتحقق بس ما بدناياك تعتزل بدناياك بعضك موجود يعني حبيبي تستملي طيب بيحكم إنه انت بتقلف وبتمثل سوى قداش 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 منا مربحة على الشغلية قد ما بتعمل المصاري التقليف والتمثيل التقليف والتمثيل التقليف والتمثيل اللي يعمل مساريخ يعني بتتفاوت القصة بس في علا بك القصة شوي طبعا في علا بك الفكرة إنه أن تبدك تركز لما تكون عم تكتب وبدك تركز بالكتابة لو أنتكتب عم تكتب وبدك تركز بالتمثيل مبلز بطول 2 سواء انك تفوت مثلا تكتب مسلسل انت عم تصور مسلسل هدا الشي صعب كتير بس بني يعني عم نقدر الحمدل لانه عم تحمل بطيختين عم نركلش امورنا بالشامي معك مصاري كتير انا انه معك مصاري سأسارو تكبيري ما دخلت لعنجاد تعريبا انت بقمت عطني لأ بس مبلغ يا تعريبا هلأ سلفك تمسك هدول واصل المليون دولار كنت بدي اعمل حركة لوشي بس بعملها هيك طيب بعطيني دور بتعمله لو حتى ببلاش دور بعمله معاوية بن عبي صفيان لا ببلاش يعني مستعد تعمله اي شي مع سيرين عبدالنوب يلا ان شاء الله بتحقق سيرين جبنا لك مسلسل جبنا لك ممثل ببلاش لك وجبنا لها مسلسل طيب بعد عندي سؤال سوري سوري طيب سيدة السؤال كتير مهم وانا كتير سألته لحالي تعتبر انه ايام الدراسة هو احلى ايام جزء الثالث ممكن يكون اثر كتير على الجزءين القابل او ممكن خفف من شهرتون او شي حلو هذا السؤال حلو كتير هذا السؤال انا لح جاوبك عليه بكل صراحة شوف يختلف الجزء الاول عن جزء الثاني عن جزء الثالث ما بشبهه بعض صراحة ما بشي بشبه بعض هذين الشخصيات عم نحط بزرف تاني تماماً مالوا علاءة بالأجزاء اللي قابله مثل ما نحطوا اول شيء بالمدرسة نحطوا بعدين ببناية سكنوا كلاتهم مع بعض بعدين نحطوا ببيت او ابو ظبي وسكنوا كلاتهم بهذا البيت هي المعايير مختلفة والظروف مختلفة لكن الشخصيات واحدة ونفس الكاركتر اللي عمي هل هي نفس الكاركتر بس انا بحس انه هو ايام الدراسة يعني انه بحس انه خلص لازم يوقف عند ايام الدراسة او انت ما بعض شو فيه يعني هلا يبدو انه حيوقف على هذا هكي بحس انا هكي حست يعني بصراحة وان شاء الله موفق يا ربا تسفل خلص انا تسفل شكراً استاذ الشام اومبرتو جبور فعلاً اعداده جيد والفقرة جيدة كتير شكراً اذا حبيتو صوتو له على صفحة تلفزيون انا تانكي اومبرتو ليه اسمك اومبرتو برازيلي الاسم اه لا تلياني تلياني عمت تلياني عمتك تليانية يلا عيش في لبنان انت بس عمتك تليانية عمتك مجوزة تليانية بيك سوري لا اه اكيد هي سورية بس مجوزة من 40 سنة اطيها ويتا انت من طرطوس مهاك اهلا وسهلا اومبرتو شكراً شكراً كتير لكم اهلا قبل ما اختم طلال مرديني شامطان بالبنان بس اللي شامطان بالبنان انا مصور مسلسل اسمه خيبة امال اخراج للاستاذ الي برباري وتأليف الجنرال جوزيف عبيد انا وكارلوس عزار جوي سلامي ومعنا من مصر احمد كرارة واو ان شاء الله هيك هتشوفوا مسلسل مختلف جداً عن كل شي تقدم طلال مرديني كارلوس عزار جوي سلامي واحمد كرارة احمد كرارة اوكي عربي مشترك عربي مشترك مصري سوري اوكي ومات رح ينعرض ان شاء الله ما بعرف اساس انه بشهر تسعة بس بجوزي ياخدو لرمضان والله ما بنعرف مشاهدين اذا كان طلال مرديني مهضوم كتير حلو راحت ولا ما راحت عليك بسطت ولا ما انبسطت راحت على عيلتي يلا بشوفكم شبهات الشامي حالة جديدة باي اليك موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة